موسيقى حيا ربنا هو يد الله في الأرض هو سيف الله القاطع للأياد التي تحاول العبث بالإسلام وأمنه اليوم سنخوض غمار معركة جديدة بين الحق والباطل إذ سنوضح حقيقة العلاقة بين أمير المؤمنين وشيعته وبين الواهمين المتوهمين بمكانته قد ظن البعض أن علي رمز ديني وانتهى وظن البعض أن علي رجل سلام وانتهى وظن البعض أن علي خليفة لمحمد وانتهى نحن نقول أن أمير المؤمنين بالحق علي هو الخليفة الشرعي من بعد النبي صلى الله عليه وآله رجل علم وعمل رجل حرب وسلام رجل دين وسياسة بين هذه الأجزاء الستة ستدور رحى حلقتنا هذه معنى وياكم خادم الزهراء الشهيدة سلام الله عليها سماحة الشيخ مهدي أطرف بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحبيب الأمجد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سلامي ودعائي وخالص دعائي من لسان خالص وقلب صادق لكم ولجميع شيعة أمير المؤمنين وأسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله وللجميع التوفيق والسداد وعظم الله لكم ولهم ولساحة مولا صاحب العصر والزمان الأجر والثواب بهذا المصاب الجلل فجزاكم الله خير نعم إذن علي رجل العلم والعمل عمله علمه كان العالم بما يعمل والعامل بما يعلم طبعا لا شك في ذلك مولانا لا شك في ذلك أن علي بن أبي طالب هو قمة العلم والروايات الواردة سواء أو المنقول لنا إن لم أقل رواية المنقول لنا سواء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من الأئمة الأطهار أو من أعداء علي بن أبي طالب تشهد بفضله العلمي تشهد بفضله العلمي أنت انظر إلى الصفات علي بن أبي طالب وإلى قضاء علي بن أبي طالب وإلى أحكام علي بن أبي طالب في كل الجوانب مولانا العزيز تجد على أن علي بن أبي طالب يكفيه فضلا وشرفا وفخرا علميا أن رسول الله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها يكفيه فضلا وشرفا وقمة أن علي بن أبي طالب قال في حديثنا اتفق عليه الفريقان علمني حبيبي رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف ألف باب يعني كم باب يصير ألف ألف مليون مليون بألف مليار مليار باب من العلم تعرف ما يعني شيخ من العزيز مليار باب من العلم يعني الصلاة باب واحد باب الصلاة فيها آلاف المسائل باب الصيام باب واحد الفيزياء الكيميا الطب يعني للوقت الأولى قد يتساءل البعض من أين يوجد هكذا عدد من الأبواب العمية موجودة لعدد نحن لا نحصيها مولاي الكريم يعني لما تأتي للفيزياء الفيزياء له أبواب كثيرة من العلم تأتي إلى الفقه الفقه له أبواب كثيرة من العلم تأتي إلى الأصول الأصول له أبواب كثيرة من العلم يعني لكل شيء علم بعدين حتى علم المنطق منطق الطير منطق الحيوانات هذا كلها علوم هذه كلها علوم لما تفهم الملائكة لما تفهم الجن لما تفهم الطير لما تفهم الحيوان بالأحراء النقول وحتى اليوم نحن نتعامل مع ظواهر عندما نفهم بواطن الأمور قد تفتح أفاق أضيفك بأعلم شيخنا العزيز أضيفك الآن نحن في هذا العصر كلما يتقدم الزمان نجد بابا جديدا من العلم أو نكتشف باب جديد من العلم يعني سلفا ما كان واحد يعرفه أصلا والمثال بسيط مثلا تقنية الانترنت كانت توجي أصبح تثريجي والآن لا فورجي أجيال قاعد تتطور أجيال قاعد تجي وبعدين من بعد هذا العصر رح تجي عصور وتجي أبواب من العلم نحن لا نعرفها لكن علي بن أبي طالب يعرفها قبل 1400 سنة ما الدليل؟ زين الدليل هذا علمني يا حبيبي رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف ألف باب يعني مليار علم والدليل الآخر على ذلك والدليل الآخر على ذلك كل ما هو شيء ويطلق عليه اسم الشيء مخزون في صدر علي بن أبي طالب في سورة ياسين وكل شيء مطلق أحصيناه في إمام مبين مطلقة مو مقيدة شيخنا كل شيء كل شيء إمام جامع مانع مبين لحقائد وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الإمام المبين علي بن أبي طالب سلام الله عليه كل شيء يعني الانترنت منها مولانا؟ 3G 4G هاي منها لأ لا زين العلوم الجاية التي سلفت واللاحقة كلها في صدر علي بن أبي طالب بس السؤال هنا السؤال أنه كيف رسول الله علم هذه لعلي بن أبي طالب مع ما ما يلحق يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه عمر النبي 63 سنة زين إذا يريد يومياً خلال الفترة التي عاشها علي بن أبي طالب مع النبي لو يومياً 24 ساعة يسولف ما يخلص الأبوة زين فكيف علمها؟ علمها بالإعجاز هذا ما يسمى العلم الذاتي علم الإمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ولد علي بن أبي طالب كان علي يمتص لسان رسول الله أرواية معروفة كان يمتص لسان رسول الله فيرتوي يعني سمع الشيخ خلي صحة نضرب مثال الآن عندما ننقل معلومات من هارب أو من فلاش من مكان إلى مكان قد تكون معلومات مليارية لكنها مشفرة بطريقة تسهل نقلها ولكن لا نراها يعني هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله تعامل مع أمير المؤمنين بلغة شفرة معينة فنقل هذه المواهد نقول هذه الشفرة هي الإعجاز الإعجاز الإلهي هي العصمة هي الإرادة التكوينية والقدرة التكوينية يقول لشيء كن فيكون فعلومهم ذاتية علومهم ما تحتاج إلى تعليم علومهم إعجاز صغيرهم علمه كعلم الكبير وأنا ضربته في إحدى المحاضرات رواية أو كرامة للإمام الجواد عليه السلام كان صغيرا وأجاب على مسائل المأمون العباسي قبل الإمامة هذه كان عمر الشريف خمس سنوات زين فانتقلت جميع العلوم لعلي بن أبي طالب بالإعجاز إنها هنا لعلما جمّة لكن علي بن أبي طالب ما الذي جعلنا أن نتمسك بعلي بن أبي طالب أكثر لأن علي بن أبي طالب علم وعمل يعني علي بن أبي طالب يعلم ويعمل بما يعلم وهذا ما جعلنا أن نتمسك بعلي بن أبي طالب ولا أكو ناس عندهم علم طبعا مو كعلي بن أبي طالب الآن 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 الناس من يدعي العلم يفتي بقتل الأبرياء عند علم لو ما عند علم حسب الظاهر يدعي العلم عند علم عندنا ناس منافقين كانوا يحاربون علي بن أبي طالب من العلماء من العلماء يحاربون علي بن أبي طالب وسلام الله عليه أكو ناس الآن يحفظون القرآن بأجمعه كل القرآن حافظين يا شيخنا و يحفظون أحاديث و لوايات أنا قلبي قلبي مشحون حافظ القرآن كله و إذا مفخخ جاي يفجر نفسه في جامع شيعي حافظ قرآن بس كت الشرطة بعدين ودوه و يعترف أنه حافظ للقرآن هذا علم لو مو علم هذا علم دكتور يقود سيارة مفخخة لتفجير الأبرياء في وسط سوق شعبي دكتور دكتور زين يدعي العلم زين علم بلا عمل عمل أنت دكتور تشهد وتقسم تنجي الناس المرضى أنه بعد أن تجي تقتل الناس جاي لي من آخر الدنيا زين يعني الملفات نوعا ما ستكون يعني لا تتسع في هذه الحلقة أن تفتح كل ملفات نحن الآن أمام أول جزئية وهي قضية العلم والعمل فعلي ابن أبي طالب هو العلم وهو العمل بهذا العلم ولهذا تجي علي ابن أبي طالب هو القمة بالعمل يعني عالم بما يعمل و عامل بما يعلم بارك الله فيكم بارك الله فيكم علي ابن أبي طالب سلام الله جعلنا أكثر تمسكاً بعلي ابن أبي طالب من هذا الباب الآن ننتقل إلى علي بين الدين والسياسة نعم علي بين الدين والسياسة أنا مخالف في هذا الرأي وأنا أبحث عن الرأي المخالف نعم على اعتبار أن الرأي المخالف أستميحك عذرا يعزر الدين والسياسة الآن الرأي المختلف كالصحقة الكهربائية التي توقظ المجتمع الذي تعود على كلاسيكية الطرح و رتابة الأداء الآن نحتاج إلى الأراء المختلفة المغايرة لا أقصد المغايرة عن الخارج عن روح العقيدة والملأ لا لكن القادمة بفهم جديد و إدراك جديد ناتج عن جد و اجتهاد لا أمدحكم لكن أنا نقول الواقع جد و اجتهاد عضي بالتوفيقات الإلهية و سدنا من منبر سيد الشهداء الحمد لله رب العالمين نحفظكم الله إن شاء الله شيخنا العزيز أكو قاعدة سارية و جارية عند بعض الناس و لم أقل كثير زين على أنهم يعزلون الدين عن السياسة الدين بغير السياسة أو بالأحرى أن نقول السياسة من غير دين و بال و ظلم يعني هذه العلمانية الإسلامية الإسلامية اللي قاعدة تشوفها الآن هذا التطرف متطرف هذا هذا يدعي أنه هذا السياسة بعيدة عن الدين زين سياسي ما عنده دين شي سير سير يزيد بن معاوية سياسة من دون دين شو سير سير الحجاجة بن يوسف Isabelle و حتى دين من دون سياسة و حتى دين من دون سياسة كيف تدير شؤون المجتمع كيف تداهن الناس كيف تعاملهم حتى مع ابنك مع ابنك أنت لما تعامل ابنك كنت عندك سياسة مع ابنك سياسة مع ابنك سياسة مع ولدك تجلفي حتى العجوز تقول أبو يسايس ابنك خلاص سياسة السياسة في كل شيء الدين هو السياسة والسياسة هو الدين حقيقة وإلا سياسة معزولة عن الدين والله أنا أجيب لواحد ما عنده دين ويصير سياسي يقطع برقاب الناس زيان ويطلع يزيدي بن معاوي يطلع الحجاج يطلع المتوكل العباسي زيان أو كثير من هؤلاء فإذا السياسة من غير دين وبال وظلم لا أصلا هم مخطوط يعني هو هذه النظرة خاطئ لسبب هذا يعني هذا غير المتدين عندما وضعناه في منصب السلطة أصبح دينه الدينار والدرهم خلاص زين والدين لعق على السنتهم كما يقول الإمام الحسين عليه السلام وإلا تعالى ذو القرنين ذو القرنين عالم ومن الناس لم نقل بأنه نبي وبعض الرواية تقول على أنه نبي كان نبي وكان ملك بحث الستة وعشرين أو خمسة وعشرين بخمسة وعشرين وستة وعشرين سليمان عليه السلام كان نبيا وملكا داود عليه السلام نبيا وملكا يوسف دين ملك النبي الأكرم أكبر سياسي في الإسلام ياهو النبي الأكرم مولانه خطت الحرب في واقعة بدر وخطت الحرب في واقعة أحد الذي خطت لا 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 عفوا سمح الشيخ موضوع الحرب والسلام سنفوضه أنا اليوم فقط في مضمار الدين النبي صلى الله عليه وآله كان من أعظم السياسيين وثيقة صلح الحديبية مثلا نعم إدارة شؤون الوسلمين المهاجر والأنصار المؤاخات إغلاق مساجد وفتح مساجد سياسة سياسة فذة السياسة النقدية للدولة أكبر 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 سياسي في الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وרים عالم نبي سياسي الإمام علي عليه السلام قاد قاد الأمة الإسلامة بسياسته الإمام الحسن صلح الإمام الحسن سياسة صلح الإمام الحسن سياسة والسياسة هي الرئاسة ولهذا الآن من الخالد وين قبر الحسن الآن شوف القلوب تغفو إلى قبر الحسن وذلك معاوية الآن تأتي إلى الحسين. الحسين سياسة. سياسة الحسين كانت تقتضي أنه يحارب و يقاتل. ولهذا وين الحسين؟ الحسين لم يكن ينظر عشرة أياماً بعد مقتل الحسين. لا لا لا. كان ينظر إلى دين يتفتح من جديد. الآن انظر هذا الحسين. ليس هذا الحسين. الآن أنت عندك تعرف أنه أكثر جمهور يتجمع في العالم عند البوذة. البوذة أنا قرأت في مقالة مورانة 81 مليون سنوياً يحضرون عنده. زين. عند البوذة. الآن الإحصائية اللي قاعد تأتي إلى الحسين ذاك سنوياً بس الحسين يوم واحد. فلنقل عشرة أيام. زين. مدى الزيارة فلنقل عشرة أيام. وصل الأمر إلى 25. 30 مليون وأكثر في تكاثر وفي تكاثر وفي تكاثر أنا قبل لا أجي نام في أحد الأخوة الأعزاء. أحد الأخوة الأعزاء يقول أنا ضيفت ناس بريطانيين شيعة. بريطانيين جايين مشايل للحسين. سلام الله. بريطانيين يقول ترسوا الحسينية ضيفهم يقول في كربلة. يقول ترسوا الحسينية بريطانيين يقول نص الليل يظلوا يلطمون إنجليزي. يقول أنا ما عرفهم. يقول قاعد يومهم على طقتهم أطقت. ولطم. إذن قاعد الحشود والوفود والجماهير والزوار قاعد تكثر. قاعدت مترجمة مع جيش الاحتلال الأمريكي في العراق. نعم. واحدة المترجمات لم تكن ترزق بذرية. مشت إلى سيد الشهداء وقصت كرامه عجيبة. نعم. حتى أنها أصبحت مسلمة وقردت من الجيش الأمريكي. وكثير. وواردة يعني نحن ليس في مجال حسين سلام الله. لكن الآن شوف سياسة. شوف سياسة. سياسة الإمام الصادق قرأها. زيلا. فالدين لا يستغني عن السياسة. والسياسة لا تستغني عن الدين. كل واحد مكمل إلى الآخر. وعلي بن أبي طال من جملته. إذن نأخذ فاصل لنعود إلى نقطة أخرى. تعريج على قضية الدين والسياسة. ثم ننطلق إلى علي بين الحربي والسلام. إذن مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم بإذنه تعالى. حياكم الله من جديد المشاهدين الكرام. حياك الله سمع الشيء. سلامكم الله. إذا في تعليجة على الجزئية التي أثرتمها قبل الفاصل. وهي قضية علي سلام الله عليه بين الدين والسياسة. أشرتم إلى أن السياسة هي الدين والدين وهي السياسة. هل الذي يكون من تعليقه قبل أن ننتقل إلى محفورنا آخر. وهو تعليق الأساسي أن علي بن أبي طالب هو السياسة الأكبر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنتيجة التي استخلصناها من البحث أن السياسة لا تستغني عن الدين. ولهذا الآن مشاكل المجتمعات ومشاكل السياسيين في بعض السياسيين. أنا ما أقول لكل. طبعا ما نعم. إحنا لما ذكرت هذا الطبيب الدكتور. ترى هذا شاذ. وقال الأطباء على راسي أنا. اسمع ما هذا شاذ. هم أصحاب الرسالة الإنسانية. هم أصحاب الرسالة الإنسانية الحقيقة الصالحة الصادقة بالأحرى أن نقول. لما نذكر نحن السياسيين ما نذكر جميع السياسيين طبعا. زين. نذكر سياسي كيزيد من مهاوية. نذكر سياسي كالحجاج. زين. الآن نحن المجتمع لماذا إلى الهاوية. لماذا المجتمع إلى فقر. لماذا المجتمع لأن السياسي بعيد عن الدين. هذا الكرسي بعيد عن الدين. لو كان له دين دين صادق ولا أنت تشوفه يصلي ويزور. زين. لو كان له دين صادق لما كان المجتمع إلى الهاوية. إنما إلى الأعلى لا إلى الأسفل. نعم ولا الآن ننتقل إلى علي بين الحرب والسلام خاض حروب من أجل السلام كيف نوضح هذه الحقيقة أن معارك أمير المؤمنين لم تكن إلا للسلام لم تكن إلا لبسط الأمن والأمان في مجموعة من البلدان ومجموعة من الفتوحة نعم مولانا العزيز أنت تعرف على أن الأمن والأمان في ظل الإسلام الأمن والأمان الحقيقي في ظل الإسلام أمن وأمان الأسرة والبيت والمجتمع والناس عامة في ظل الإسلام فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه أرادوا بهذه الحروب وبهذه السياسات أن ينشر الإسلام والإسلام هو الأمان الإسلام هي المعرفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى هذه الحروب التي خاضها رسول الله وهذه الحروب التي خاضها علي بن أبي طالب أكو بعض الناس جراثيم أكو بعض الشخصيات مولانا الكريم لو عاش آلاف وآلاف وآلاف السنين لبقى على حال ظلمه وطغيانه وكفره وبغيه يبقى على نفس الحالة يعني لا تغير فيه فلابد من الحرب فعلي بن أبي طالب سلام الله عليه أشوف لابد من الحرب لابد أن يقاتل أولا اعتدي على علي بن أبي طالب نحن ما عندنا حرب علي بن أبي طالب اعتدى عليهم خلي في علمك مولانا الآن جميع حروب علي ابن أبي طالب ادرسها وادرس التاريخ انظر هل في حرب علي ابن أبي طالب بدأ الحرب حتى أن الآيات المعضدة واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم يعني الاعتداء كان من قبلهم انظر حتى إلى ولده الحسين عليه السلام اشهدوا لي عند الأمير أني أول مرة ميت الحسين عليه السلام يعني الذي بدأ بالحرب يمنوه عمر بن سعد جيش يزيد حتى جغرافيا من غير المعقول لأن الإمام الحسين سلام الله عليه يهدد عرش السلطة القابع في دمشق نعم بارك الله فيك فإذا بداية الحرب والاعتداء منهم ومن أئمتنا سلام الله عليهم فعلي ابن أبي طالب كان في صدد الدفاع علي ابن أبي طالب دفاعه كان نشرا أيضا للدين لأن هؤلاء لو تسلطوا على رقاب المسلمين لضاع الإسلام سار الإسلام سوري مجرد شكل مجرد هيكل هيكل خاوي خالي يعني لا قيمة له زين لكن علي ابن أبي طالب سلام الله عليه حاربهم وقاتل هذه الرموز الفاسقة الفاجرة البعيدة عن الله سبحانه وتعالى حتى يعمى الإسلام في كل مكان الإسلام الحقيقي إذن علي ابن أبي طالب حارب للسلم حارب للإسلام حارب رموز هم الذين دمروا الإسلام هم الذين اعتدوا على الإسلام هم الذين جاءوا ببدع الإسلام بدعة مولانا بدعة يعني الخوارج يمر واحد تعرف الصحابة جلل عبدالله بن الأرط هذا الرجل من أقلص أصحاب رسول الله أجل عبدالله بن الأرط هو زوجته زوجته حامل وياها امرأة شافوا على ماء الفرات الخوارج اللي حاربهم علي بن أبي طالب المتطرفين اللي نرى أشباغهم وأولادهم الآن في هذه السنة دواعش الأمس أي الآن موجودين زيان رأاهم عبدالله بن الأرط من خالص أصحاب النبي خلص أصحاب النبي شافوا قالوا لما تقول عن علي بن أبي طالب ما اسمك سئله ما اسمك عبد من عبيد الله ما اسمك اسمي عبد الله عبد الله بن فلان بن فلان من صحابة رسول الله هذا كلهم ما أعتنوا له ولا قالوا له نفسهم بيك قالوا لما تقول عن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له إذن تمشي معنا ما دام علي بن أبي طالب خليفة الرسول الله تمشي معنا خذوا إياهم خذوا إياهم كانوا معروفين بالقتل والنهب والسلب والذبح الخوارج معروفين عبد الله بن الآرتم سامع عنهم زين فمشوا بالطريق لما دخلوا شافوا خنزير أجل لكم الله أحدهم ضرب الخنزير فقتله قتل الخنزير وين في بستان يهودي التفت الأول على القاتل قاتل الخنزير قال له أتقتل خنزيرا في عند أوساط الناس وفي بستان الناس يعني حق الناس هذا هذا يهودي لابد من أن تعطي دية الخنزير إلى اليهودي وبالفعل راحوا إلى الخنزير إلى اليهودي وأعطوه دية الخنزير خوارج شوف الفكر المتطرف دية دية مشوا خطوات وإذا شاف لها رطبة طائحة رطبة طائحة بالأرض أراد أن يأكلها الثاني قال له ويحك أتأكل من حقوق الناس أموال الناس يحق الناس شون تأكلها من غير استئذان مشوا خطوات وصلوا إلى الفرات التفتوا إلى عبد الله بن الأرض قالوا له أخائف أنت منه قالهم والله كنت خائفا لا أقل من بعد ما شبت الرطبات والخنزير رطة الدية دية مالة الخنزير فما أخاف بعد من أنكم أنتم تخافون الله أكيد فالذي يخاف الله لا يضر أصحاب رسول الله زين قالهم هذا ولكموخوش عدمي هذا طرحوه أرضا طرحوا أرضا فذبحوه أمام عين زوجته زين جدا معين زوجته ثم أخذت الزوجة تبكي وتصرخ وهي حامل ذبحوها ذبحوا المرأة واستخرجوا جنينها وذبحوه وجاءوا بهذه الجارية أكو جارية وياهم امرأة وياهم قتلوا المرأة وإذا أربع رؤوس أو راز جنين عند الفرات هذول خوارج هذول خوارج هؤلاء يريدوا أن يمثلوا الإسلام لا حكم إلا لله مو قالهم الأولى أريد يمثلون الإسلام الحقيقي هذول يمثلون الإسلام الحقيقي هذول علي بن أبي طالب لا بد من حربهم لا بد من إزالتهم هؤلاء ومع ذلك علي بن أبي طالب لم يعتدي عليهم إنما هم الذين اعتدوا على علي بن أبي طالب سلام الله عليه حتى جاء الأمر الإلهي ضمن يعني ضمن الحالة حالة الارتباط بين أمير المؤمنين والله تعالى فجاء الأمر بقتالهم نعم فقاتلهم علي بن أبي طالب ولم يقاتلهم لمسألة شخصية لو أراد أن يقاتلهم لمسألة شخصية لقاتلهم من بداية أن كانوا يسبوه ويشتمونه قاتلهم من أجل الإسلام لا أكثر نعم فعلي غايته وهدفه من القتال والحرب إنما هو لتعميم الإسلام ولتبيين الإسلام الحقيقي ولهذا مقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه ما قام الدين وما استقام إلا بشيئين بسيف علي وأموال خديجة سيف علي سيف علي يعني القتال يعني القتال في عهد رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الرواية تشهد في فضله في الحرب علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو الذي قام الدينه وقام الإسلام بسيفه وبقتاله حتى صاح جبرائل بين السماو والأرض لا فتى إلا علي لا سيف إلا إلا ذو الفقار إذن علينا رجل السلم والحرب رجل السلام والحرب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه اتصف بجملة خصال أثناء قتاله أثناء معاركه لم ولن تتكرر على اعتبار أن نبل هذا الفارس العظيم أخلاقه تربيته الصحيحة لا أقصد أنه لم يكن مربى فربي على اعتبار أن علمه وخلقه لدني لكن نبي صلى الله عليه وآله هو الذي أخرج هذه الطاقات وفجرها حتى يبقى محمد هو النبي وعلي عبد محمد من خلال محبته لمحمد يعبد الله تعالى أمير المؤمنين كيف كانت أخلاقه وصفاته في المعارك علي بن أبي طالب ذو أخلاق راقية حتى في الحرب أنا أضرب لك مثال ابن عباس ابن عباس ينقل رواية حبر الأمة يقول كنا في قتال شوف آداب الحرب وأخلاق الحرب لعلي بن أبي طالب كنا في قتال فجاء مقاتل من الأعداء قال لي يا أبي الحسن سمعت عن كرمك فاعطني سيفك أنا سامع عن كرمك أعطني سيفك فرفع السيف علي عليه السلام وأعطاه صاحب بن عباس يا أمير المؤمنين نحن في حرب قال نحن أهل بيت لا نرد سائلنا وين هذا في الحرب هذا علي هذا أخلاقه وين تلقيه رجل حقيقة هذا واحد ثانيا يهجم على ذاك الذي خلع ثيابه وطلع عريان يركض زين علي بن أبي طالب ما أراد قتله علي بن أبي طالب لم يقصد قتله لكن أراد فضحه زين أراد يبين حقارتهم لأي درجة وبالفعل بالفعل لم يحميه ولم تحميه إلا عورته زين خلع ثيابه أمام الناس الفريقين الجيشان الجيشين جيش علي بن أبي طالب وجيشهم جيش معاوية خلع ثيابه علي بن أبي طالب شوف الآداب وإذا الإمام حياء وخجلا وعفة شوف عفة علي بن أبي طالب بالحرب عفة علي في الحرب دي تشنو كرم وعلي في الحرب عطاء علي في الحرب في الحرب في الحرب مو خارج لا في الحرب عنده عطاء عنده سخاء ألا أنه عفة علي بن أبي طالب و لم يقتله راح هذا من آداب حربي علي بن أبي طالب الأحداث التي وقعت علي بن أبي طالب ما قتل قط جريحا ما قتله و ما قتل رجلا خليع السلاح قط علي بن أبي طالب و سلام الله عليه و لهذا من آداب علي بن أبي طالب أنه يقال أنه ما كان يركب الفرس دائما راجل فقلوا لليه شعب الحسن أنت ما تسعة فرس قالهم أجواد لأمرين إما أن ألحق المدبر فأقتله و إما أن أهرب أدبر فأنا لا ألحق المدبر اللي هارب ما أركض وراء وقتله ولا أشرد أنا زين أنا ما أشرد ما أفر فالفرس اللي بيه أنا اللي شرد شرد اللي فر فر ما ألحقه وقتله من الخلف لا ممنشيمة علي بن أبي طالب هذه ولا أنا أهرب خاطر يضربوني من الخلف فأنا علي بن أبي طالب اللي تعناني أنا أجيه زين فإذن هذه أخلاق علي بن أبي طالب في الحرب علي بن أبي طالب جمعت فيه الأضداد هنا حرب وقتال وقسوة وذبح وقطع أيدي وأرجل وأمعاء وأحشاء أو يرجع بالليل يمسح يده على رأس اليتم فيبكي علي بن أبي طالب شنو هذه القمة قمة الأخلاق جمع الأخلاق جمع الأضداد عند علي بن أبي طالب فعلي بن أبي طالب عجوبة الدهر علي عليه السلام اليوم في هذه الحلقة خضنا غمارة معترك جديد معترك فكري كانت أركانه ستة علم وعمل وحرب وسلام ودين وسياسة لكن ذلك العظيم الذي كسر قلبه مرارا وتكرارا على اليتامى ذلك العظيم الذي انثلمت روحه على النبي صلى الله عليه وآله على اعتبار أن علي هو الإسلام والتعبير الحديث الأصموي ثلم من الإسلام ثلم بموت عالم هذا موت النبي صلى الله عليه وآله ذلك العظيم الذي فت قلبه لما جرى على الزهراء الشهيدة سلام الله عليها من غصب حق وكسر ضلع وإسقاط جنين وحرق دار ذلك العظيم في لحظات الشهادة أكان يبكي نفسه علي أمير المؤمنين سلام الله عليه في لحظات الدمعة أصبغ بالنباتة يدخل على علي بن أبي طالب فيبكي أصبغ بالنباتة عند علي عليه السلام الإمام يقول له لماذا تبكي إنها الجنة يا أصبغ إنها الجنة يا أصبغ يقول له سيدي أبكي لفراقك يا أبي الحسن لكن الذي يحرق القلب في هذه الليلة الأليمة والعظيمة هو حال يتامى علي بن أبي طالب الله أكبر حقيقة وأنا أخص بالذكر زينب جدا كانت في حال عجيبة زينب لما تقرأ التاريخ وتنظر وترى في مثل هذه الليلة تفارق طودا تفارق جبلا تفارق أبا كله حنان كل حنان علي بن أبي طالب كل رأفه علي كان يقوم يقول زينب يجلس يقول زينب وإذا زينب في هذه اللحظات ترى هذا الرجل يجود بنفسه من شدة السم وألم السم علي عليه السلام وأكثر ما يشجي زينب وأكثر ما يشجينا لما وضعوا علي بن أبي طالب على نعش ورفعوه زينب ما راحت وياهم تعرف زينب ما راحت خرج الحسن والحسين وطلعا وخلوا الإمام مر النعش من عندي زينب هذا آخر اللقاء بين زينب وبين علي بن أبي طالب خلاص يذهب الأب تحت التراب للدفن وإذا تقل لي أخي يا أبا محمد ضع والدي على الأرض خلي خلي ألقاه يخلي الإمام الحسن ماذا تصنع زينب الرواية تقول كشفت عن خد أبيها أمير المؤمنين الله أكبر تصور الموقف أنه ذلك الوجه النير والطاهر والزكي وآخر نظر لزينب آخر نظر لزينب لهذا الوجه ماذا صنع الزينب يقول وضعت خدها على خد أبيها خلت خدها على خد أبيها باقي ظلت تبكي زينب تبكي وتمسح على جبين أبيها أمير المؤمنين يعني حالة حقيقة إنسان يتأثر بها بمجرد سماعها خلت خدها على خد أبوها وظلت تمسح على الجبين أبا يا علي أتتركني يا أبا الحسن تحشويا أتتركني في هذا الحال يا أبا الحسن أنا ابنتك زينب يا علي وتحشويا أبوها وبكاء رفعوا النعش شالوا النعش زينب ظلت طلع النعاش هي تعاين تعاين على النعش بعين باكية بعين باكية يشيال نعش بوي ون هي تحشو تحشوياهم يشيال نعش بوي ون يردن بناتي ودعن ويردن يشبع نشوف من وظلت حسرة الأبوة في قلب زينب هذه الحسرة ظلت وين امتدت إلى ليلة الحادية عشر لما جلست الحوراء زينب ظلت تخاطب أباها علي أبا يا علي يا غياث المستغيثين تركتني عند الدفن الآن احضرني أنت غياث المستغيثين هذا ولدك الحسين وهذه أولادك وهذه أنصاره وهذه أصحابه ظلت زينب بالبكاء التبكي أبا يا علي وإذ ترى سواد من بعيد قالت أيتها السواد ابتعدي عنا وشمري نحن بنات رسول الله وإلا سأشكوك عند أبي أمير المؤمنين وإذا صوت كل حنان يا زينب أنا أبوك علي يا زينب أنا أبوك علي يا زينب ظمها علي إلى صدره وأخذت زينب بالبكاء زينب تبكي على صدر أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه نسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل وهذا القليل ونسأل الله أن نكون في جوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حبا بزينب حبا بزينب يا الله يا الله الونة والآه والأنين الذي بصوتك الله يحفظ كان من زينب شيء لزينب الزينب اجت في هذه اللحظات أنا بأداء نعم نعم في هذه اللحظات الأليمة الحزينة لما اجل الإمام سلامه الله عليه حضر ليلة الحادي عشر إحنا هالليلة لما نذكر ليلة الحادي عشر إلها أثر خاص إلها دمعة خاصة لأن زينب هي حاضرة الآن حاضرة وتسمعونا وتعرف ماذا نقول زينب قعدت أبا يا علي أين أنت زينب وظلت تبكي زينب تخاطب أباها علي تقلبوا يا علي علي اللي الهواد هوايد ونحرمو غري ييبو ما لي حاد بو يا بي من يبو يلقل بيضمد بالحسين هل عندهم مد يد وبن والد العباس ما راد ما رأي يد خلصوها لأ الله لحد بس بيت وأنت شاعر شيخنا العزيز أفل يا مولا أنت شاعر زينب شافت كيف يدفن أباها شافت تشيع لأبيها علي لكن هل لرأت زينب تشيع لأخيها الحسين لا والله زينب تحكي يا أبوها تقل ما يد أبو يا علي عجب الحسين ما يأيت يوم الطاة حتى الأرض ما يأيت ما يأيت عاد بالسلف لو مات ميت يفزع على السلف محد فزع لي لا إله إلا الله شكرا لله على نعمة الولاية شكرا لله على نعمة الناطقين بالولاية من أمثال جنابكم بارك الله فيكم سلمكم الله مولا الكريم ختام الدمعة بالدمعة والأنت بالأنت شكرا لسمعة الشيخ أنت الطرق أدامكم الله بارك الله يا فخر حفظكم الله إن شاء الله إذن مشاهدنا الكرام على ضفاف في بحر الألم بيقف قارب الأمل ليأخذ الروح نحو المنتظر الموعود الذي ختمنا على نهاية عملنا بأنة ودمعة وأهديناه لمقدمه في داء في أمان الله علي من مات ضغم استعش الليل والدون ارتبك والتحية رموان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة